صباح الخير و مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده معكم مشام طهو جيب شام فالكنز وحشتون جدا ورجعت لكم النهاردة في فيديو جديد والفيديو بتاع النهاردة نتكلم مع بعض عن مشكلة بتواجه أغلب المستخدمين اللي موجودين في مصر وهي بكل بساطة انك تبقي قاعد في حالك مثلا بالليل وتلاقي الانترنت عندك قطع وده طبعا نراجع لأسباب كتير أول حاجة ان ممكن تكون البقاء بتاعتك انتهت تماما أو تاني حاجة انك ممكن ما تكونش دفعت فاتورة الأرض أصلي فبالتالي بتأثر على الانترنت وممكن بعد فترة السماح يتم قطع الانترنت عنك تماما حتى لو دفع فاتورة الانترنت طيب الحل ايه دلوقتي؟ الحل التقليدي والطبيعي انك هتنزل لأقرب محل عنده خدمة فوري أو خدمة أمان أو أي خدمة دفع إلكتروني وتدفع من عنده فاتورة الانترنت المنزلي أو فاتورة الأرضي ولكن فيه مشكلة في النقطة دي وهي انك بكل وساطة بتدفع فلوس أكتر من الفاتورة أصلي يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ممكن تروح تدفع الفاتورة مثلا عندك الانترنت 140 جنيه فتروح تدفع 145 وساعات 150 جنيه فبالتالي التاجر بياخد تقريبا أكتر من حقه وطبعا مش كل التجار إلا من رحم ربي طيب لو انت نزلت ومالقتش أي محل فاتح عندك وانت محتاج الانترنت ضروري قبل الصبت تعمل ايه؟ هقولك على كم سيناريو هتقدر بيهم تدفع فاتورة الانترنت أو الأرضي بأقل التكاليف وانت قاعد مكانك أول سيناريو لو انت معاك خط زيرو 15 أو اللي هو الخط الجديد بتاع وي وعمل عليه محفظة وي باي وطبعا لو انت مشترك على الانترنت الخاص بوي أو الأرضي الخاص بوي هتقدر تدفع من خلال محفظة وي باي الفاتورة بتاعتك بدون أي مصاريف إضافية طيب لو انت دلوقتي مشترك على خدمة انترنت من فودافون أو اتصالات أو أورنج مثلا يعني انت مش مشترك على وي وحب ان انت تدفع الاشتراك بتاعتك تعمل ايه؟ من خلال التطبيقات الخاصة ببودافون أو اتصالات أو أورنج على حسب الخدمة اللي انت مشترك عليها ومن داخل الابليكيشن نفسه من خلال اشتراكك في المحفظة الإلكترونية التابعة للشركة دي تقدر ان انت تدفع الفاتورة بتاعتك واعتقد هتكون بدون أي مصاريف ولكن دلوقتي فاتورة الخط الأرضي اللي تقريبا شركة وي محتكرها على مصر كلها تدفعها منين وفي الحالة دي انت معندكش أصلا محفظة وي باي ركز معا بقى في الكلام اللي اقوله دلوقتي وفي الحالة دي انت مقدمكش غير تطبيق هقولك عليه دلوقتي تقدر من خلاله ان انت تدفع فاتورة الأرضي عادي جدا وبقى أقل تكلفة وانا قصد هنا بكلمة أقل تكلفة انه هياخد منك تقريبا تلاتة جنيه بس زي التمن الفاتورة اللي انت هتدفعها وطبعا ده فرق كبير جدا بين انك تدفع من الابليكيشن وانك تدفع من فوري بالإضافة لأكتر من وسيلة دفع موجودة جوة التطبيق ده أول حاجة هتبدأ ان انت تفتح البلاي ستور اللي موجود عندك على التليفون حتى لو كنت ايفون في نسخة موجودة للآيفون وهتبدأ ان انت تكتب اسم الابليكيشن اللي هسيبه لك في الوصفة على الفيديو ده وهو ابليكيشن أو باي وبعد ما تنزل الابليكيشن هتبدأ ان انت تفتحه وتعمل عليه اكاونت جديد لو انت اول مرة تستخدمه وبعد ما تنشئ الابليكيشن وتسجل بياناتك كلها هتبدأ ان انت تسجل دخول للابليكيشن ده وبعد ما تسجل الدخول على الابليكيشن ومن خلال وقت التطبيق هتيجي عند قائمة الخدمات وعلى الشمال كده هتلاح حاجة اسمها عرض المزيد هتدوس على العرض المزيد وهتفتح معك قائمة فيها كل الفواتير تقريبا اللي تقدر تدفعها من خلال الابليكيشن ده هتيجي عند اول اختيار موجود عندك فيلمين من فوق او حتى في الشمال على حسب لغة التطبيق واللي هو اختيار فواتير وبعد ما تدوس عليها هيجي لك كزا شركة من ضمنهم شركة وي هتختار وي وبعد كده هتبدأ ان انت تدخل رقم التريفون بتاعك مجبوع بقود المحافظة اللي انت تابع لها وبعد كده هتدوس على موافق هتظهر لك الفاتورة اللي مستحقة عليك واللي انت المفروض تسددها وبعد كده هتدوس على موافق هتظهر لك قائمة فيها المبلغ الاجمال اللي انت المفروض تدفعها والمبلغ الاجمال ده بيتكون من الفاتورة اللي انت هتدفعها والتلاتة جنيه المتاحين بتاع الخدمة بعد كده هتدوس على كلمة دفع اللي موجودة من تحت خالص وهتظهر لك قائمة تانية فيها اكتر من وسيلة دفع تستخدمها علشان تدفع الفاتورة اول اختيار عندك وانك انت تقدر تضيف بطاقة بنكية يعني انت لو معك بطاقة بنكية موجودة عندك في البيت من اي بنك تقدر تدفع من خلالها وتاني وسيلة دفع وانك تقدر تدفع من خلال فودافون كاش مباشر مش لازم تطلع كارت من فودافون كاش لا انت ممكن تدفع مباشر من خلال فودافون كاش تالت حاجة وهي المحافظة الالكترونية لو انت عندك اي محافظة الالكترونية تابعة لأي بنك او تابعة لأي خدمة تقدر تضيف رقم المحفظة وتبدأ ان انت تدفع من خلال وفي نهاية الفيديو يا صديقي لو استفدت من الفيديو ده اتمنى دعاك معالي القناة بلايك وسبسكروب وتفعيل زر الجرس وزور مدورة الجروب الصفحة على فيسبوك ولو عندك مشكلة تقدر توصل معالي على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك ولو عندك استفسار او طلب تقدر توصل معالي على الفيسبوك من خلال رسالة بتاعت الصفحة وان شاء الله يتم رد عليك كل يوم من ساعة واحدة تدور لحد سبعة المغرب اللي يوم الجمعة وبس كده